بمشاركة ستا من مدارس الضفة الغربية نظم الاتحاد الأوروبي اليوم وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم المرحلة النهائية من مسابقة أعرف أوروبا هذه المسابقة تأتي في سبيل تعريف طلبة المدارس على دول الاتحاد الأوروبي وإنجازاتها وحضارتها سعيد جدا أن أكون موجود هنا اليوم في هذه المسابقة عن الاتحاد الأوروبي الهدف هذه المسابقة هو أن يتعلمون الأطفال الفلسطينيين عن أوروبا والتجربة الأوروبية الطلبة الذين شاركوا بهذه المسابقة عبروا لوطن عن سعادتهم الكبيرة بها ممتنين للاتحاد الأوروبي الذي منحهم الفرصة للتعرف على طلبة من مدارس مختلفة وعيش لحظات المنافسة معهم تعرفنا عن ثقافات ودول جديدة علينا وتعرفنا كيف عدتهم، تقاليدهم، أماكن عندهم، أعلامهم، دولهم، سياساتهم فكثير حلو كان الأشي أسأل سهل ومعلومات عامة، وبالعكس حلوة، كسبنا ثقافة عن أوروبا نعرفه طبعا كيف كانت أوروبا، كيف اتطورت، كيف صارت، كيف تحدوا الدول الأوروبية مع بعض عملو اتحاد أوروبي، هذا الاتحاد يدعم كثير للاقتصاد الأوروبي ودعم ثقافة الأوروبية لما نتعرف على كثير معلومات عن الدول الأوروبية منصير إحنا نطمح للتطور منصير إحنا عشان نطمح للتطور عشان نصير زيهم لإنهم متطورين، التجارة عندهم عالية وزارة التربية والتعليم اعتبرت هذه المسابقة من الأساليب التعليمية اللامنهجية المميزة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة وإبداعهم حيث تتطلع الوزارة إلى المزيد من هذه الشراكات المثمرة أن يكون هناك مسابقة داخل مدارسنا تساهم في توسيع معرفة الطلاب بمساهمات أوروبا بطبيعة العمل في أوروبا وأيضا الدول والثقافة وكامل المقاومات الحياتية لأوروبا لذلك نعتز بهذه الشراكة ووزع الاتحاد الأوروبي على المدارس الفائزة أجهزة حاسوب محمول وهواتف ذكية وأجهزة لوحية إلكترونية تابلت تشجيعا للطلبة ومكافأة لهم بفوزهم من مدينة رامالله وفاء عروري تلفزيون وطن